السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم السبت 29 نيسان إبريل طبعا القمر الآن موجود في برج الأسد في ساعات مساء اليوم السبت بده ينتقل لبرج العذراء يعني في عنا خلو مسار بدكوا تكونوا حذرين في فترة خلو المسار وبرضو اللي حابب يعرف التفاصيل طبعا الحلقة نزلت بالنسبة للأوقات وتنقلات الكواكب وحركة الكواكب وزوايا الكواكب نزلت الحلقة يعني هاي الحلقة بساعة وموجودة على القناة أو في نهايتها بتطلع اللي هو الفيديوهات المقترحة بتلاقي صورة الفيديو موجودة بإمكانك أنك ترجع لها خلينا نروح على التوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم برضو لغاية ساعات المساء بتضر رغبتكم قوية جدا بالتقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم وتعتبر فترة مثمرة إيجابية بتستعيدوا إشتراقتكم وبتسحروا الكثيرين بحضركم الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتكم المبادرة بالتقرب من الأحبة ظروف ملائمة للتقرب من الأحبة والملاطف والمغازلة والمصالحة ولكن تقلب المزاج شوي ممكن يخليك حد الطباع ويصير بعض الأمور اللي تزعجك أما بساعات المساء فهنا القمر بصير في البيت السادس بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم ولا أعمالكم فممكن يتراكم العمل أكثر من المعتاد وتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم الأهم أنه اللي بشعر بعرض غير اعتيادية مراجعة طبيبه برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بظل التركيز على غاية ساعات المساء على الأمور البيتية والعائلية طبعا في مناسبة أو احتفال أو لقاء أو حتى تصليحات وترميمات وممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة أو ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أو ممكن بعضكم يفقد الاتزان وثقة الأحبة أهم شيء أنه في بعض موليد برج الثور ممكن يقلقوا بشأن صحي بتعلق بأحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية خلاف وسوء وتفاهم أو توتر وفيه مصاريف إضافية أما من ساعات المساء فهنا بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم لأن القمر رح يصير في البيت الخامس فهنا التركيز بصير على العواطف وبصير على الحضوض وعلى التجميل وطاقتكم الإيجابية القوية بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات أيضا برج الجوزة بالنسبة لما أوليد برج الجوزة طبعا اليوم برضو لغاية ساعات المساء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات منكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار تتمتعوا بسرعة بديها وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصلوا على فرصة جديدة تفسروا من خلالها مشاعركم أو تبرروا مواقفكم عندكم نشاط بالتنقلات والاتصالات ولكن بتكونوا حاذرين أثناء التنقلات لأنه في عرضة للإصابات أما من ساعات المساء فهنا التركيز بصير على البيت وعلى العائلة بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرع عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بتظل التركيز على الأمور المالية لغاية ساعات المساء وبتظل برضو في فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهم شيء ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل تطمئن خواطركم نوعاً ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء تتفائلوا أما من ساعات المساء فهنا بتنشطوا بالتنقلات والاتصالات والسفريات القصيرة والنشاط والحيوية والنقاشات والحوارات أهم شيء تكونوا أكثر وعياً على الطرقات وتضبط أعصابكم أثناء النقاشات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً اليوم طاقة زي ما حكينا فيها طاقة إيجابية ويعتبر اليوم أفضل من الأيام الماضية ونشاطكم عالي بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة وواقعية الأمور بتشتد عزمتكم ترتفع المعنويات بتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر أما من ساعات مساء يوم السبت القمر رح ينتقل لبيت المال فهنا بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على بالكم من السرقة أو الضياع بيحمل ساعة المساء بعض الفرص المالية أو بعض البوادر لبعض المكاسب المالية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بيسيطر التعب عليكم برضو لغاية ساعات المساء لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب حاولوا خلال هذا اليوم كنت نظموا أموركم والمحافظة على صبركم المعهودة أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمروا من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاضروا من البدء بأي شيء جديد وما تسمحوا للقلق أنه يسيطر عليكم ويمنعكم من العمل والنشاط نظموا أموركم وضعفوا مجهوداتكم واللي بشعر بتعب أو تراجع بالصحة طبعا كل هذا مع ساعات المساء بيبدأ يختفي من ساعات المساء بتمتلقوا نشاط وحيوية وطاقة وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبتقدروا تطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة بدوركم لأي شخص بيطلب منكم المعوني مثلا من الزملاء والأصدقاء والجيران أهم إشي أنكم ما تبقوا وحدين وحاولوا أنكم تخرجوا للقاء الناس لأنه بالعمل الاجتماعي في كثير من المكاسب وحاولوا تستغلوا هذا الوقت من الآن ولغاية ساعات العصر قبل ما يوصل القمر في ساعة المساء لبيت متاعبكم لأنه رح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم من ساعات المساء حاولوا أنكم ما توقعوا على عقد وما تحسموا أمر هام تعتبر فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبتقدروا تقدموا أفضل ما لديكم ممكن تحققوا إنجاز مهم أو تحرزوا تقدم مفاجئ وبتظهر بعض المشاكل العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية من الآن ولغاية ساعات المساء حاول قدر الإمكان أنك ما تجازف وما تغامر وما تشوه سمعتك أما من ساعات المساء بتنشط بين الأصدقاء وبالعلاقات الاجتماعية وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء بتنشط في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب والنقاشات والدراسة الجامعية والامتحانات والمؤتمرات والدورات برضو اليوم ممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبانكم وتعزيز العلاقة معهم تلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة الأجواء اللطيفة بتحيط بحياتك وبرضو بإمكانك أنك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فترة جيدة ولكن بدك تنتبه أثناء تنقلاتك وأثناء حواراتك من العصبية أما في ساعات المساء هنا بتكت حافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بصير الوقت يعني مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتكت تجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء وما في داعي لا للمجازفات ولا للمغامرات بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعاً بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لما أكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة طبعاً ما بيناسبكم إطالة الخلاف والزعل بل ساروا لتقريب وجهات النظر باستطاعتكم إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقشوا موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي طبعاً هذا الأمر من الآن ولغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء بتنشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة والعاطفة بتصير أقوى بأهم شيء تكونوا أكثر وعياً على الطرقات وأثناء النقاشات وخاصة يعني على الطرقات أثناء قيادة السيارة بين المدن واللي عنده سفر بده يتفقد أم تعتو بشكل جيد برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم يعني مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني لكن القمر ما زال موجود مقابلكم تماماً فحاولوا أنكم ما تنفعلوا حولوا الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعكم التوتر ولا الجدال وعالجوا كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة ما تتسرعوا في اتخاذ قرارات لغاية ساعات المساء لحد ما القمر ينتقل للعذراء اللي هو البيت الثامن لإلكم فهنا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة الفرصة بصير فيها اهتمام مالي تقدروا تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت الأجواء بتتحسن أفضل من الأيام الماضية أهم شيء تحاولوا تنفيذها أو تنفيذ الواجبات دون تردد وما تلتهو بالأمور الثانوية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم لأنه بدأ الآن القمر بمراحل المقابلة لإلكم فاليوم تشعروا بالتعب والإرهاق وتراكم الأعمال والخلافات والعصبية والحدية بالطباع حاولوا أن تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك حاولوا أن يكون بشكل روتيني وبدكوا تنتبهوا على غذاءكم وراحتكم وما تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم وبدكوا تكونوا أكثر تنظيما وتحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة المشاكل وسوء التفاهم والعدوات وما تهمل وضعك الصحي وخذ قصط من الراحة من وقت لآخر إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك أما من ساعة المساء فهون القمر بصير مقابلك تماما في برج العذراء فبترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظار شراكاتكم سواء بالعاطفة أو بالعمل حاضروا من الخلافات والالتباسات وما الضخم الأمور طبعا هيكم ننتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم لا تنسوا عمل لايك أو ديسلايك اللي مش مشترك يشترك وبرضو ما تنسوا أنه الليلة في حلقة رح تنزل إن شاء الله اللي هي مساء يوم السبت حلقة بداية السلسلة التعليمية لعلم الفلك اللي حابب ينضم لها أو حابب أنه يتابعها بتلاقوا أنه في قائمة خاصة موجودة على القناة والفيديو أكيد اللي مشترك بالقناة رح يوصلوا إشعار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر